السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم في قناة الصحة والمطبخ النهاردة معنا فيديو جديد عن أسباب عدم نزول الدورة الشهرية بعد الدوفاستون بحسب ما أشارت إليه العديد من الدراسات العلمية إن أبرز أسباب عدم نزول الدورة بعد الدوفاستون هو الحمل لذلك ينصح الأطباء في حال تأخر الدورة بعد حبوب الدوفاستون بإجراء اختبار الحمل ومن المفضل مريعة طبيب النساء والولادة للتأكل من وجود حمل من عدمه في حالة عدم وجود حمل ينصح الأطباء بالانتظار لبضعة أيام أخرى قد تصل إلى 15 يوم بعد تناول آخر حبة من حبوب الدوفاستون لأن الدورة لا بد أن تنزل فإذا لم تنزل الدورة الشهرية بعد 15 يوم يجب مريعة الطبيب المختص لفحص الحالة الصحية للرحم ومعرفة هل توجد مشاكل صحية في الرحم وما هو السبب الرئيسي لعدم نزول الدورة بعد الدوفاستون في نهاية الفيديو ياريت تدعمونا بلايك وكومنت وتشاريف الفيديو مع أصدقائكم وانتظروا من هنا كل جديد في قناتكم قناة الصحة والمطبخ